بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم من جديد طلاب مادة نظرية الرسوم ومحاضرة جديدة في المادة رح أبدأ هذه المحاضرة بمراجعة لأحد المفاهيم اللي تناولناها في المحاضرة السابقة وهو مقفوم الأجيسانسي والإنسيدانس في حالة الديغرافز لاحظوا معي نتذكر إذا كان عندي هذه الديغراف ستتكون من الرأسين U و V وفي حافة متجهة من U إلى V سميتها E الآن منسمي الرأسين U و V أجيسانس متقاربات طبعا الأجيسانسي لغض النظر سواء كان الحافة تنطلق من U باتجاه V أو العكس في كل الحالتين منسمي الرأسين U و V أجيسانس متقاربات الآن علاقة الحافة E في كل الرأسين U و V تختلف في حالة الإنسيدانس في حالة الإنسيدانس سوف نفرق بين نوعين من الإنسيدانس إذا كان الحافة تنطلق من U منسمي E إنسيدانس من U بينما كون الحافة E تتجه إلى V بتكون علاقة E في V إنه E إنسيدانس في V إذن الإنسيدانس لا في مشكلة الإنسيدانس بدنا نعرف الحافة إنسيدانس from which vertex and إنسيدانس to which another vertex خلينا الآن نستفيد من مفهوم الإنسيدانس في تعريف الإنسيدانسDay و الإنسيدانس ماتريكس لأي ديوغراف نبدأ بمقهوم الأجسنسي ماتريكس ديوغراف without loops إذن في عندي ديوغراف ديوغراف ومنشترط هون عدم وجود loops في هاي الديوغراف وبيدي أفترض أنه عدد الفيرتسيز لدي هو ان وإني أعطيت ليبلز لهذه البرتسيز بالشكل التالي وان لغاية ان وبعيد و بأكد كما ذكرنا سابقا في حالة الجراف إنه أنا بختار الرؤوس بهذا الشكل على الرأس أو على حوالين العدد دائرة حتى انميز لاحقا بين رؤوس وحواف متجهة الرؤوس سأسميها عادة بهذا الشكل الحواف المتجهة الاركس سأسميها بأعداد بدون دوار الآن في حالة ما يكون عندي ديوغراف هاي رؤوسها من واحد إلى N الأجسانسي ماتريكس M of P هي عبارة عن ماتريكس مربعة عدد صفوفها N عدد أعملتها N العنصر A I و J في هذه المصفوفة يعني العنصر اللي في الصف I في العمود J ما هو إلا عبارة عن عدد الأركس from from vertex I to vertex J ناخده هون في عندي from وليس between في حالة الغراف كنا نحكي عدد ال edges between I و J لأنه ما فيه كان أهمية للاتجاه في حالة الديغراف هذا العنصر أي يعني لازم يكون عدد الأركس المنطلقة من I اللي هو على اليسار ومتجهة إلى J واضح هون أنه A I J ليس بالضرورة يساوي A J I لأنه ممكن العدد الحواف المتجهة من J إلى I يكون عدد مختلف تعالوا نشوف مثال على adjacent matrix لهاي الديغراف دي لاحظوا تتكون من أربع رؤوس الآن بضع 1 2 3 4 كصف رئيسي نفس الشيء كعمود رئيسي وببدأ الآن أوجد قيم A I و J لجميع I و J لاحظوا بما أنه ما فيه loops أكيد هذا القطل رح يكون أصفار لأنه ما فيه عندي ولا حافة متجهة من 1 إلى 1 أو من 2 إلى 2 لغاية أربع إلى أربع وبالتالي هذا القطل رح يكون أصفار نجي مثلا بدي أشوك الحافة أو عدد الحواف المتجهة من الرأس 1 إلى الرأس 2 أصفار و هناك مقayı تطلق في أ spinach و أصفار 9 و أصفار هناك هافة 1 إلى 3 و لا يوجد أي حافة كتبنا 0 2 من 1 إلى 4 هناك حافة واحدة من 1 إلى 4 من 2 إلى 1 أيضا حافة من 2 إلى 2 صفر من 2 إلى 3 هون نركز جيدا من 2 إلى 3 لاحظوا اتجاه استهم من 3 إلى 2 فمن 2 إلى 3 لا يوجد أي حافة متجهة تنطلق من 2 باتجاه 3 فبيكون العدد هون صفر ومنكمل باقي عناصر هذه المصروفة ملاحظاتنا على الأجيسانت سيماتريكس أولا هي ليست سيماتريكس هي ليست سيماتريكس لأن الاتجاه بالعبدور في حالة الديغرام لو سألنا مثلا مجموع عناصر الصف الأول 1 زائد 1 2 الآن ماذا يعني مجموع العناصر اللي في الصف الأول هذا الاثنين هو الأوت ديغري للواحد بينما عمود لو جمعت عناصر العمود الأول اللي تحت الواحد هو الان ديغري وفعليا الواحد الأوت ديغري له 2 والان ديغري له 1 وطبعا هذا ينطبق أيضا على باقي الصفوق وباقي الأعمل نجي الآن للإنسيدانس ماذا نفسها هي أيضا مصفوف التقارب لكن بين رؤوس واركس حواث متجد نطرأ لت دي باديغراف أيضاً نطرأ نطرأ ورح أسمي البرتسيز 1 2 لغاية N وماركس مش ضروري نفس العدد من البرتسيز ماركس رح أبنزلها بالرمود 1 2 لغاية N طبعاً بدون دوائر حواليها الآن بدنا نشوف ماذا نعني بالإنسيدانس ماتريكس I of D حقيقة هي ماتريكس عدد صفوفة هو عبارة عن عدد الرؤوس عدد أعمدتها هو عدد الاركس الآن العناصر AIJ التي تشكل هذه الماتريكس هذا العنصر اللي في الصف I وفي العمود J إيش احتمالاته أو إيش ممكن يكون حقيقة هناك ثلاث احتمالات فقط إما أن يكون 1 أو minus 1 أو 0 متى بيكون 1 بيحكي لي إذا كان الج اللي هو أخرين نحكي الاندكس الثاني اللي على اليمين is incident from I يعني AIJ إذا كانت الحافة تنطلق من I تذهب إلى J فاكتب 1 الآن إذا كان العكس إذا كانت الج incident to I يعني إذا كانت الحافة تذهب إلى I وليس تخرج من I نضع بالحالة هاي minus 1 وإذا كان أصلاً ما في أي incident لا ذاهب ولا عائب يعني الحافة لا هي خارجة من I ولا ذاهبة إلى I عندها بالحالة هاي بيكون A I J is equal to 0 يمكن نستطيع نوضحها أكثر من خلال المثال اللي أمامي لاحظوا أنا أمامي هذه الماتريكس أعفن هذه البيجرا عدد رؤوسها أربعة ولاحظوا عدد حوافها سبع حواف متجهة الحافة واحد أنا مسلميهم هي الحافة اثنين ثلاث أربعة خمسة وفي عندنا double arcs اللي هو 6 و7 تعالوا نشوف الارك كيف ننشكل ال incidence بداية نبضع صف رئيسي يتكون من الاركس السبعة من واحد إلى سبعة وعمود رئيسي يتكون من الرؤوس الأربعة الارك لما نتحدث عن هذا العنصر أول عنصر A11 لاحظوا أنا كتبت هون سالب واحد ليش؟ تعالوا نشوف الرأس 1 هاي المؤشر والحافة 1 راح ألاحظ إنه شو علاقة الرأس 1 بالحافة 1 الحافة 1 تتجه إلى الرأس 1 J is incident 2 الرأس I وإحنا حكينا إذا كان علاقة الرأس بالحافة إنه الحافة تتجه إلى الرأس تكون العدد اللي في الماء بالسالب تعالوا نشوف هذا الواحد علاقة الرأس 1 في الحافة 2 هاي 1 كرأس وهي الحافة 2 لاحظوا الحافة تنطلق من من الرأس 1 إذا نضع 1 بالنسبة لواحد وثلاث فيش أي علاقة إنسيدنس لا تو ولا فرم نضع الدير ومنكمل لجميع عناصر هذه الماتريكس بنحصل على الإنسيدنس ماتريكس اللي تماما إذا بدنا نلاحظ ملاحظات على هاي الإنسيدنس ماتريكس بداية هي بالتأكيد ليست مربعة لأنه يعني ليست بالضرورة مربعة ممكن تكون مربعة إذا كان عدد الحواب تساوي عدد الرؤوس لكن ليست بالضرورة ملاحظة أخرى إذا بجمع عناصر أي رامون في هاي المصوفة الجواب راح يكون صفر لأنه دائما وأبدا في أي عامون راح يكون عندي موجود الأمة موجود العدد سالب واحد والعدد واحد وباقي العناصر بتكون أصفار ليش في سالب واحد واحد لأنه أي حافة هي تنطلق من الرأس وتذهب إلى الرأس انطلاقها من الرأس معناته مقابل هذا الرأس راح يكون واحد وذهابها إلى الرأس الآخر يعني سالب واحد فبالضرورة مجموع جميع الأعمدة تساوي صفر إذا بدي أجمع عناصر أي صفر يعني لو جمعنا مثلا عناصر الصف الأول راح نلاحظ أنه سالب واحد زائد واحد زائد واحد يعني واحد بينما إذا أجمع عناصر الصف الثاني راح يكون عندي أيضا واحد مقابل الصف الثاني أو مقابل الرأس اثنين أيضا راح يكون عندي واحد يعني إلى آخره نلاحظ نحن دائما عدد الأعداد الموجبة يمثل الأعداد السالب والأعداد السالب يعني عندي سالب واحد أنا واحد واحد كما أنه عندي آآ وون يعني تو ون هذا بيكون يعني أنه مجموحهم الأعداد السالب للفيرتكس بينما السالب واحد يعني سالب واحد وحيد هذا يعني أنه إذا فعليا المجموع هو الفرق بين الأعداد السالب والإن ديجري ننطلق ل شريحة أخرى في هذه الشريحة رح نعرف مفهومين البعث والسايكل لديوغراف وهي المفاهيم حقيقة هي مفاهيم مكرم سبق وذكرناها بالتفصيل في حالة لغراف تعرفنا في حالة لغراف على مفهوم البوك مفهوم التريل مفهومة ثم وقف 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 نفس هذه المفاهيم سنعود لتعريفها من جديد لكن في حالة الديقات الجديد في الموضوع إنه حركتنا بين الرؤوس الآن لتشكيل الووكس او تريل او ثارت سايكلز بدها تكون محكومة بالاتجاه للارض فأنا لا أستطيع التنقل بين أي رأسين الجيسن إلا من خلال السهم إلا من خلال الاتجاه يعني أنا بقى أستطيع الذهاب من Y إلى Z لأن اتجاه السهم من Y إلى Z لكن لا أستطيع أثناء الحركة إني أتجه من Z إلى Y لأن ZY هو حقيقة ليس حافمة تجهة داخل D الآن مباشرة بنفس المفاهيم السابقة سنبدأ بإعطاء أمثلة على هذه المفاهيم السابقة نبدأ بمثال على ووك وفي لينت ناين اندي لاحظوا أنا الووك كتبته بهذا الشكل أولا اللينت بنفس المفهوم أنت بإمكانك تعدي الحروف اللي أنا عبرت فيها أو من خلالها على هذا الووك حتى أعرف طوله واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة مدام عندي عشر أحرف إذا نطوله رح يكون تسعة الآن لاحظوا كيف أنا تحركت في هذا الووك كنت عند V البداية كانت من V ذهبت إلى W، هل هناك أي مشكلة؟ تجاه السهم بيسمع، من W إلى X ثم إلى Y ثم إلى V أرجعت إلى V مرة أخرى، إذا كررت رأس، ثم إلى W كبرت الحرف بW، ثم إلى Y، ثم إلى Z، من خلال اللوب كمان كررت Z، ثم أتجه إلى U فأنا شكل ووه، ثم أقوله تسعة، ولاحظوا أنه الـ Vertices والArcs، تكرر، يعني can be repeated in O في حالة للتريل، لازم ما يكون فيه تكرار للحواء، ممكن تكرر الرؤوس، لكن لا يجوز تكرار الحواء، فلاحظوا مثال على تريل، هذا طوله خمسة، ببدأ من U، لاحظوا معي، نتحرك بحسب هذا التريل، من U إلى B، من B إلى W، من W إلى Y، ثم أعطت إلى B، فأنا كررت الرأس بي، ثم تجهت إلى Z، لاحظوا أثناء حركتي، مرة أخرى U، B، W، Y، Z، صحيح أنه يوجد تكرار للرأس بي، لكن لا يوجد تكرار للحواء، فهذا تريل، الآن إذا كان لا يوجد تكرار لألة الحواء، ولا للرؤوس، نتحدث عن فا أعطت إلى المثال، أعطت إلى المثال الثالث، أنا انطلاقاً من B إلى W إلى X إلى Y إلى Z، صحيح، مرة أخرى V، W، X، Y، ثم زد، هذا عبارة عن فاة، طبعاً طوله عبارة عن أربعة، ما في تكرار، لا لحواء، ولا للرؤوس، الآن، الكلوزنس، لا الوقف، الكلوز، 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 إنه إحنا النقطة اللي نبدأ منها، أو الرأس اللي نبدأ منه، لازم نرجع لها، في حالة الكلوز، ما في مشكلة وجود تكرارات، سواء كانت في الرؤوس أو بالحواء، لاحظوا هذا عبارة عن بشكلوز، بدأنا من يوم، تهينا بيوم، طبعاً إذا تطلع في الداخل، حلاقي إني أنا مكرر رؤوس، ومكرر حواف، متجهة طبعا، أرقس، لكن في حالة الكلوز بيتريل، يجب أن لا يتكرر أي حافة متجهة، ببدأ من يوم، بنتهي في يوم، لكن بدون أي تكرارات للحواف المتجهة، أخيراً في حالة الكلوز، ببدأ من الرأس، وبرجع له، لكن خلال تنقلي، يجب أن لا أكرر أي رأس أو أي حال، طبعاً الرأس الوحيدي اللي بيتكرر في حالة الكلوز، هو رأس البداية والنهاية، يعني خلينا نتابع مثلاً هذا الكلوز على الرسم، لاحظوا أنا البداية من بيه، ذهب إلى W، ثم X، ثم Y، ثم Z، ثم U، ثم عث إلى B، فأنا بهذا الشكل شكل سايكل، وطبعاً هذا السايكل طوله ستة، نهاية محاضرتنا اليوم، أعطيكم العالم.